السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شوي خلص المؤتمر الصحفي المستشارة الألمانية أنجيلا ماكل توجهت بكلمة للشعب الألماني وأنا حضرت المؤتمر بشكل كامل وإجابة على بعض أسئلة الصحفيين أيضا رح نقول لكم هلا كل المعلومات التي تحدثت عننا المستشارة الألمانية سيتم تخفيض الحياة العامة في ألمانيا دون وجود حظر للتجول ما رح يفرضوا حظر تجول بس كتير من الأشياء في الحياة العامة الآن رح تغلق ورح بعض الأشياء رح تظل مفتوحة ورح يفتحوا أكتر رح نتحدث هلا عن كل الأشياء التي سيتم إغلاقها يعني بالتعاون بين البند يعني الحكومة المركزية وحكومات الولايات لأن حكومات الولايات الاختية اختصاصة أنه تنفذ هالأشياء الآن بشكل موحد ولو أنه شفنا أن مقاطعة باين اليوم أعلنت حالة الطوارئ قبل بقية المقاطعات ومع ذلك الآن سيتم تنفيذ ذلك من قبل كل المقاطعات الأشياء اللي رح تسكن في ألمانيا رح أحكي عنا أول شي مكتوبة هون طبعا ما أقدر لشان ما أناقص شي ما أقدر يعني أحفظها كلها لما بلقية أول شي بنسبة للمطاعم المطاعم رح يسمح لها أنه تفتح أبوابها من السادس صباحا للسادس مساء السادس مساء وبعدها سيتم إغلاقها وأيضا مع الحفاظ على يعني أنه يكون في مسافات بين الطاولات وهالأشياء يعني بمعنى أنه بش ما تنتقل العدوى بالنسبة لكل البعث والكلوبس كمان كل النوادي وكل الأماكن يعني بره للشرب الخمر وهذه الأشياء كمان رح تسكر كل الأوبان يعني كل مسارح الأوبرا المراكز اللي بصير فيها حفلات مثلا هاي كلها رح تسكر كمان في ألمانيا كل المتاحف والمعارض المثل المعارض كمان بشكل عام كل الأماكن الترفيه سواء الداخلية أو الخارجية اللي بلعب فيها أحيان الأولاد مثلا أو حتى الكبار بالسن سواء الأشياء الرياضية إذا الداخل الأماكن المغلقة والتي بتكون عادة في الخارج كمان مثل التسلق على الأشجار والأشياء كلها سيتم إغلاقها للابن مع المحل النظام يشغل للأماكن التي توجه يمول الإغلاق والأماكن التي ت receives المراهنات على الرياضة الأشياء كلها ستسكر والفتنة، المراكز الجيم الرياضة ستسكر مراكز بيع المالات والألبسة تخفيضات ستسكر كل المعاهد التابعة للدولة والمعاهد الدراسية تبعية اللغة أو تبعية الموسيقى ستنفذ المعاهد الخاصة سيتم اغلاقها هذه الأشياء الرئيسية سيتم اغلاقها وأيضا ذكرت المسيحية الإلمانية دور العبادة سواء المسيحية أو الإسلامية أو اليهودية أو دور العبادات للديانات الأخرى يعني المساجد، الكنائس الكنس اليهودي ذكرتهم دول ثلاثة وأماكن دور العبادة للديانات الأخرى كمان كل التجمعات فيها رح تكون ممنوعة الآن بالنسبة للأشياء اللي رح تضل مفتوحة والشيء المهم كمان أنه رح يفتحوا يوم الأحد لحدنا نحن نعرف بألمانيا هالأشياء داما بتسكر يوم الأحد رح تضل يوم الأحد أيضا مفتوحة الزوباماكت يعني السوبر ماركت الأماكن اللي بتبيع المواد الغذائية رح تضل مفتوحة وسيتم افتتاحها أيضا يوم الأحد لتأمين المواد الغذائية للشعب الانسل هندل غوث هندلس بتقيبه فيلمسون فوتا متل كمان مراكز البيئة الكبيرة يعني بالجملة عادة بتكون أو للناس اللي بتكون زيال بشتنتيش كمان رح تضل مفتوحة الفوخن ميكت هدول الأسواق اللي بتصير عادة بالشارع يعني ببيعوا السماك والخضراء وهالأشياء كمان رح تستمر و رح يسمح لها أنه تمارس عمله الليفا دينستر شركات التوصيل أو خدمات التوصيل الأبوتيكن الصيدليات الزانيتيتس هويزا مراكز بيع المستلزمات الطبية الدروغاغين محلات يعني اللي بتبيع المنظفات والأشياء مثل الدي ام و الرسمان هدول كلهم رح يضلوا مفتوحين كمان التنك شتيلن كمان الكازيات يعني اللي بتبيع البنزين والديزل والغاز للسيارات كمان رح تضل مفتوحة البنك من شباكاسن يعني البنوك والشباكاسن البنوك التابع الهوز شباكاسن البوستشتيلن كمان مراكز البريد الفخيزور كمان سألت هذا السؤال كتير بالتعليقات سألوني العديد من الناس شو بالنسبة للحلقين الحلقين رح يتم و يستمروا في عملهم والفاشزالونز كمان الأماكن اللي فيها غسالات للناس يعني العامة اللي بتغسل فيها غسيلة وبتنشفه كمان الفاشزالون هدول الناس اللي ما عندهم في بيتهم مثلا غسالة حيان مثلا طلاب الجعمة هالأشياء باستخدموا هالأشياء لما كنا نحن كمان طلاب جعمة كنا نستخدمها فهدول كلهم رح يظلوا مفتوحين ركزت المستشارة الألمانية هالله نحن حكينا عن الأشياء ستغلق والتي ستتبقى مفتوحة الأشياء ستتبقى مفتوحة يوم الأحد كمان رح تظل مفتوحة وأيضا المراكز اللي بتبيع المواد الغذائية ومستلزمات الحيوانات تعرفوا الكتير من الناس في ألمانيا عندها مثلا القطاط الكلاب الحيوانات الأخرى العصافير هالأشياء كمان رح تظل مفتوحة لتأمين الغذاء لهذه الحيوانات المستشارة الألمانية أكدت أنه هاي التعليمات سيتم تنفيذها من قبل الولايات لأنه هذا اختصاص المقاطعات والولايات في ألمانيا وهن رح يقوموا بعمليتين الإشراف على تنفيذ هذا الشيء وأيضا نادة الشعب الألماني وكل الناس اللي عايشين في ألمانيا الالتزام بذلك ما رح يقدروا يعملوا كنترول هن لكل شخص بشخصه وإنما هناك منادات لكل الشعب الالتزام بهذه التعليمات بشكل طوعي لأنه في صحفي وجه السؤال قال أنه أوهية كمان السراء الألمانية قالت أنه نحن أغلقنا المدارس يعني والروضة فالعالم يعني هلأ تتجمع في أماكن الشبيل بلاتسي يعني هذول المراكز لاب الولاد بالرمل والزحلاتة وهالشغلات والمراجيح أنه حظت أنه اليوم كان جو حلو في الحياة أنا كمان كنت بره اليوم ويعني شفت الناس كتير طالع يعني في الجو الحلو فما في إذا عم نأغلق المدارس والروضة وعم نلتقي بره كمان هذا الشيء مومنيح الهدف كان هو أنه ما يصير هاللقاءات الاجتماعيين خفضة إلى أقل درجة ممكنة وبالتالي المستشار الألمانية نادت أيضا بالتجنب ذلك إذن ممنوع أيضا إرسال الأولاد إلى الخارج واللعب في الشبيل بلاتس هذا كلهم ممنوع الهدف الأساسي من كل ذلك نرجع من أكد هو تخفيف العلاقات الاجتماعية التماس بين البشر لكسر سلاسل العدوى أيضا تحدثت المستشار الألمانية أنه رئيسة المفوضية الأوروبية أوزلا فوندالاين تواجهت اليوم كمان بكلمة باللغة الإنجليزية أنه سيتم إغلاق حدود دول الاتحاد الأوروبي لمدة سلاسينة يوما إذن الدول خارج الاتحاد الأوروبي نحن نعرف أنه رغم أنه بريطانيا كمان صارت الآن خارج الاتحاد الأوروبي ولكن سيشمل على الأغلب كمان هذا القرار وبالتالي ما رح يصير فيه حركة طيران كمان إلى أوروبا أو حركة سفر إلى أوروبا طالبت المستشار الألماني كمان بإلغاء كل الرحلات السياحية سواء داخل ألمانيا أو خارج ألمانيا يعني في ناس تعمل سياحة داخل ألمانيا كمان يعني من ألمانيا إلى ألمانيا كمان طالبت بإلغاء بشكل كامل أوتيلات هالأشياء أي مراكز تجمع إلا الشخص المضطر ينام في مكان معين وليس لأنه هو طالع سياحة إذا السياحة كمان مفروض لأن نستغني عنها بشكل كامل الحياة العامة سيتم تخفيضها إلى أقل درجة ممكنة وبرجع بأكد أنه لم يتم الحديث عن شيء اسمه حظر تجول يعني سيسمح للناس مع المنادات أنه قدر الإمكان يعني أنه ما نعمل تجمعات أبدا إغداً رح يكون كمان فيه فيديو كونفغنس يعني اجتماع على الفيديو يعني لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي رح يجتمعوا ويناقشوا كمان التدابير المتبقي يعني يحاولوا بشكل جماعي وعلى مستوى أوروبا أنه يتخذوا إجراءات ورح يكون فيه كمان اجتماع على الجيت سفانسيش يعني الدول الجيت مانين الجيت عشرين هدولة الدول الأوروبي الرئيسية والصناعية وأيضاً دول أخرى مثل المستشارة الألمانية اتحدثت أيضاً عن المملكة العربية السعودية كمان سيتم التعاون معها يعني لإيجاد يعني حلول مشتركة على المستوى الدولي تم توجيه سؤال أيضاً المستشارة الألمانية عن أوضاع اللاجئين خاصةً في اليونان أو على الحدود أو حتى عن الناس في إدلب المستشارة قالت أنه غداً سيتم مناقشة أيضاً هذا الموضوع ضمن يعني الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات ربما أيضاً يعني بأن تصل مساعدات إلى هذه الناس بشكل أو بآخر ومع الأسف سمعنا اليوم خبر سيء جداً في مخيم موريا يعني في ليسبوس على الجزر اليوناني إحدى الجزر اليونانية صار في حريق يعني وأدى إلى وفاة طفل مع الأسف تم توجيه سؤال أيضاً المستشارة الألمانية ماكل من قبل صحفي عن موضوع محاولة الولايات المتحدة الأمريكية لشراء شركة ألمانية وإغراءة بالمال للحصول على أو احتكار يعني اللقاح ربما يعني عبد تطوره هاي الشركة الآن تم الحديث عن ذلك وقالت أن المشكلة تم حلها والحكومة الألمانية تدخلت ولن تسمح بذلك رح ننتقل هلا لنقاط أخرى في بعض المواطنين الألمان العالقين في دول أخرى مثل دول سياحية كانوا يعملوا السياحة مثل المغرب مثل اندونيسيا الفلبين على ما يبدو الحكومة الألمانية ستحاول إيجاد حل يعني بالتعاون مع شركات السياحة والسفر لعادة المواطنين إلى ألمانيا مطار فرانكفورت سيصبح له أيضاً يعني رغم تخفيض الرحلات وحركة الطيران سيسمح له أيضاً بالعمل ليلاً للسماح بكل الطائرات العائدة إلى ألمانيا بالهبوط حتى ليلاً يعني لعودة المواطنين الألمان إلى ألمانيا بظل نتحدث أنه عدد الحالات في ألمانيا الآن تجاوز 6600 شخص وعدد الوفيات وصل الآن إلى 16 شخص في ألمانيا الأرقام عبد الزاد وهذا الشي كان متوقع حسب خبراء يعني علم الفيروسات ومعهد غوبات كوخلنا كمان والمستشارة الألمانية تحدثت عن هذا الشيء الهدف الآن هو كسر سلاسل العدوى لتخفيض يعني انتشار والإبطاء انتشار العدوى قدر الإمكان للسماح بالمشافي والمراكز الصحية بالعمل بشكل كامل تحدثت أيضاً كمان المستشارة الألمانية على أنه سيتم تحديد الزيارات مثلاً لدور رعاية المسنين الأماكن الموجودين فيها يعني مثلاً مرة باليوم لمدة ساعة وحدة والحصراً للأشخاص اللي بيكونوا سليمين صحياً لذلك مجموعة من الإجراءات الكبيرة اللي جاءت على ألمانيا أو رح تجي الآن على ألمانيا سيتم تطبيقها الآن ونتمنى من كل الناس يعني كمان ناخد هذا الموضوع بشكل جدي كل الناس اللي عايشة في ألمانيا نلتزم بهذا الشيء كل شخص فينا يساهم يعني بقدر صغير يعني على قد ما بيقدر يعني في أنه تنحل هالمشكلة وتعدي هالأزمة على خير حاولت كالعادة أن أحدكم في صورة الأحداث في ألمانيا بشكل واضح وشفاف أيضاً وخاصة المؤتمر الصحفي المستشارة الألمانية اللي حضرته بشكل شخصي مشان أقل لكم المعلومات يعني بشكل مباشر دون مقرأ من مكان تاني فأتمنى أكون أفتكن من خلال هالمعلومات وتضلوا بخير وصحة وسلامة ونلتزم في ليتنا بقواعد الوقاية ترجمة نانسي قنقر